ومن بغداد ينضم إلينا دكتور نجم القصاب المحلل السياسي دكتور نجم ما تأثير هذا الحريق على الانتخابات تحية طيبة لك ولكل متابعيكم الكرام بالتأكيد هذا الحريق لم يكن الأول منذ 2003 إلى هذه اللحظة كثير من الوزارات الحيوية والمهمة والسيادية تم حرق حقيقة أقسام وشعب للعقود وهذا حتى يختخفى كل ملفات الفساد لأن مع الأسف الشديد في العراق أصبح الفساد قيمة اجتماعية ومنهجا لكثير من الأحزاب التي شاخت لكن هذه الانتخابات ضربت وتراجعت لأن المواطن العراقي عندما ذهب إلى الانتخاب غير الوجوه القديمة والذي لم يذهب هو عاقب الوجوه التي حكمت البلاد حرق هذه حقيقة الصناديق الانتخابات ما هي إلا رسالة واضحة من قبل بعض الأحزاب المتهمة التي خسرت وخسرت جمهورها في السنوات الماضية بسبب الوعود التضليلية والكثيرة والكبيرة لكن لم يقدمون شيء أعتقد هناك لجان لكن هذه اللجان لم تصل إلى من هو فعل هذا الفعل حقيقة لأن هذا الفعل ضرب الديمقراطية وخوف الناس بأنكم لا تذهبون إلى الانتخابات لأن ذهابكم وعدم ذهابكم نحن سنعيد إنتاج أنفسنا عن طريق التحالفات والتوافقات والتفاهمات السياسية إذن ما مصير الفرز اليدوي؟ يعني أصدر قانون شرع قانون مجلس النواب قبل أربعة أيام على أساس أن تعاد العدو الفرز اليدوي لكل العراق وهذا يحتاج أكثر من ستة أشهر إذن ويم يبقى لعمر البرلمان إلا أيام في يوم ثلاثين ستة سيصبح البرلمان سابق من رئيسه إلى نائبيه إلى أكثر من ميتين نائب وهذا ما توقعنا قبل إجراء الانتخابات في مقالات وفي لقاءات من خلال قناتكم وقنوات أخرى الأمر الآخر هذا القانون يعني غير ملزم على مفوضية الانتخابات مفوضية الانتخابات هي هيئة مستقلة غير تابعة إلى مجلس النواب ولا إلى مجلس الوزراء الذي شكل لجنة من عدة دوائر من أجل متابعة هل كان هناك تزوير لكن كل المعطيات والمؤشرات تشير لأن في مناطق الوسط والجنوب وبغداد لم يحدث تزوير لربما في أصوات الخارج من غير ممكن أن تعيد كل الأصوات وتعيد كل صلاديق الاقتراء أكثر من واحد وخمسين ألف صندوق هذا يحتاج إلى ستة أشهر إذن يا سيد الفاضل أعتقد ستكون هناك مفاهمات ومساومات وتوافقات بين القوى السياسية للمضي لتصويت والمصادقة المحكمة التحادية على نتاج الانتخابات ومن ثم تشكيل الكتلة الأكبر وبعدها تشكيل الحكومة المقبلة تور نجمة القصة بالمحل السياسي كنت معنا من بغداد شكرا لك ترجمة نانسي قنقر